رحمة الله وبركاته فضيحة مدوية وكارثة أخلاقية اتحاد القرى يرفض تنفيذ عقوبة لجنة الانضباط ضد الهارب قهربة فجرت مصادر صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تدخل اتحاد القرى لتخفيف العقوبة الموقعة للهارب محمود عبد المنام قهربة وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي أزامالك قد تقدم بشكوى ضد الهارب قهربة بعد طاوله وإساءته على جماهير الأبيض بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بين القطبين ووضحت المصادر أن لجنة الانضباط عقبت قهربة بالإيقاف لمدة ثمن مباريات وتم تسليم القرار للاتحاد المصري لقرة القدم وأشارت المصادر إلى أن اتحاد القرى رفض الإعلان عن العقوبة حاليا خصوصا في ظل ارتباط النادي الأهلي بمباراة قوية أمام ساندوينز في دوري أبطال إفراقيا ويرى اتحاد القرى أن العقوبة مبلغ فيها ويرى ضرورة تقليص الإيقاف من ثمن إلى أربع مباريات بعد التعليقات ردا على هذا الكلام الأستاذ أحمد بيقول يعني عمر زكي شائفيف وتوقفه والشيكة وإمام عشور ويتوقفه سنة وقهربة بقاله شهرين مش عارفين ياخدوا قرار على إسأته على الملأ اتحاد القرى أنت بتلعب في أيامك الأخيرة ليس لك مصدقية ولا نحترمكم لأنكم شوية فسدة مرتشون أفواقين كذبين جبناء واضح أنكم خايفين على مبنى اتحاد القرى الجديد لأن جماهير الأهلي ولعت فيكم قبل كده حسب الله ونعم الوكيل فيكم وصلاح بيقول بجد بجد الدولة وما يمثلها تركة اتحاد القرى الفاسد ده ليه اتحاد كل فساد ورشاوة والرئيس قال من سنة أو أكتر مفيش مدرب أجنبي تاني ومفيش فايدة جابه من بعد هذا الكلام أكتر من مدرب أجنبي وكان للحكام رئيس أجنبي يخسارة يميد خسارة عليك يا مصر وعلى الفساد اللي في القرى أحمد بيرد بيقول عشان كده ربنا مش هيكرمنا أبدا بسبب اتحاد القرى المتآمر القرى المصرية متخلفة يعني كده اتحاد القرى والمنظومة الرياضية كلها منظومة فاسدة تخدم نادي واحد والدولة مش هنا